اشتركوا في القناة ويا رب كل المصريين كل الأمة العربية والإسلامية بخير وسعادة في حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن التشنج المهبلي عند السيدات يمكن دي مشكلة مش بنتكلم عنها كتير ولكن للأسف هي مشكلة كبيرة ممكن تؤدي للطلاق أحيانا ما بين الزوجين هنتكلم بالتفصيل عن التشنج المهبلي عند السيدات ايه أسبابه أعراضه هل فيه طرق علاج ايه طرق العلاج المختلفة ده هنعرفكم الدكتورة التي تكون مشرفانا النهاردة في الستوديو دكتور رانيا السيد مدرس العلاج الطبيعي بالطب بالأسر العيني أما بالنسبة لمعلوماتنا الطبية النهاردة هي خاصة بعدات الأكل عند الأطفال يمكن أي أم أو أب يعني بيتضيقوا أو ما عندهمش صبر كفاية لما الأطفال وخاصة في السن الزغير أنهما بيحاولوا يأكلوا وأحيانا الأطفال بيلجأوا مش أنهما يعني عن طريق الأكل أنهما بيلعبوا بالأكل فاللعب بالأكل ده بيدايق هالي كتير جدا لكن فيه دراسة بتقول أن أن الأطفال لما بتلعب بالأكل على مئدة الغذاء بتقول أن لعب الأطفال بالأكل هو بالضبط ما ينبغي أن يفعله الطفل لما بيأكل الفكهة والخضار وأن التفاعل مع الغذاء يمكن أن يكون أفضل وسيلة للطفل لتطوير عادات الأكل الصحية في سن مبكر وأن تعريض الطفل لأكل الفكهة الخضار ببساطة زي اللمس أو أنه يشمر رائحة الأكل أو هو حتى أحيانا اللعب مع الطعام بيؤدي لزيادة فرصة تناول الطعام الصحي بكده تكون خلصت أخبارنا أو معلوماتنا الطبية هنروح دلوقتي فاصل نرجع لكم مرة تانية خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وارجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وفي حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مشكلة زي ما قلت في بداية الحلقة إن هي يمكن مشكلة مش بنتكلم عنها بالتفصيل أو بصورة كبيرة لكن هي مشكلة كبيرة ممكن تؤدي أحيانا لمشاكل ما بين الزوجين وفي النهاية ممكن تؤدي للطلاق مشكلة النهاردة اللي هنتكلم عنها هي التشنج المهبلي عند السيدات إيه هو التشنج المهبلي إيه هي أسبابه وأعراضه وإيه هي طرق العلاج وهل طريق التشخيصه وإيه علاجه تبقى طريقة سهلة ولا لا ده هنعرفه من الدكتور المشرفان النهاردة في السيديو دكتور رانيا السيد مدرس العلاج الطبيعي بطب الأصل العيني أهلا بحضيك دكتور كل سنة وحضيك طيبة نتي طيبة دكتور يعني إحنا النهاردة مختارين موضوع مهم ويمكن ده مشكلة مش بنتكلم عنها كتير زي ما قلت لكن ممكن تؤدي لمشارك أخرى كبيرة جدا ما بين الزبين طبع إيه هو التشنج المهبلي عند السيدات التشنج المهبلي ده تقلص في عضلات الحوت والمهبل من شدة التقلص ده سميناه سميناه الاسم العلمي بتاعه الطبي باجينازمس ده الاسم العلمي بتاعه الطبي وتفسير وتسميناه تشنج مش تقلص إيه الفرق بين التشنج إيه الفرق بين التشنج لو تقلص أو تشنج التقلص يعني عضلة فيها سبزمة متقلصة شوية تشنج يعني العضلة مقفولة فيها بلغة وتبدل متشنجة لكن تقلص ممكن يتفك يحسن شوية ممكن آآ آآ ومع الوقت آآ آآ زي تقلص خفيف بسيط في عضلة لكن ده تقلص شديد يعني نقدر نقول التشنج ده تقلص شديد في عضلات الحوض وعضلة المهبل مما يؤدي إلى صعوبة العلاقة الزوجية أو نقدر نقول عدم حدوث علاقة زوجية ممكن تؤدي فعلا في الآخر لعدم حدوث العلاقة الزوجية ماشيينش عالي يحصل هو فعلا اللي بيحصل احنا بنقول صعوبة العلاقة الزوجية لكن الحقيقة هي عدم حدوث علاقة زوجية أسبابه ايه دكتور يعني ايه اللي بتقدي ليه أسباب التشنج في الحوض عضلات الحوض وحديك قلت العضلات المهبل بسي أسبابه ممكن عندنا نوعين يا إما برايمري يا إما ساكنري برايمري يعني أولي أو سنوية أه أه أولي ده يعني هي عندها أصلا تشنج مهبل تشنج في عضلة زي ما هو المهبل عضلات المهبل أو عضلات الحوض جزء من الجسم زي زي أي عضلة زي أي عضلة حصل فيها تقلص في الجسم مسببش أي أعراض يعني واجع ألام خالص يعني ديزهرش غير لما تيجي في الجوزة وتستخدم العضلة دي لأن هي لكن قبل كده مش بتحسي هي تعتبر عضلة مش مستخدمة خالص في الوقت ده فمش هتحس بيها في عرض واضح قوي أو في حاجات تبقى واضحة أو حاجة تعوق حياتها في أي حاجة فبتبقى حعدية جدا يعني ما نقدرش نكتشفه قبل الزواج لا صعب جدا لأن هي العضلة دي بتبقى متقبل هتباني إزاي جرسات لما يجي يحصل علاقة زوجية فهماني ده الأول طب الأولي ده دكتور لا يعني هل عامل وراسي دي علاقة بالموضوع لا لا مش شرط خالص يعني يعني سعدتي دي حالة ويكون إخوتها كلهم قويسين ومؤمنتها كان عايزة وفيش أي مشكلة خالص لا مش شرط يكون عامل وراسي ومش معروف حتى في التشنج المهبالي الأولي أي أسباب يعني ليه بتؤدي ليه تشنج العضلة ما هو التشنج التشنج العضلة بصي ممكن يكون أولي حاجة اسمها عندنا فيه حاجة اسمها إذيو بس كني أصلا حاجة حتحصل من جر سبب دي حاجة فيه بقى بأسباب اللي هو اللي هو النوع التاني اللي احنا هنقول عليه اللي هو مالتنين نفس العلاجة على فكرة اللي هو السكندري اللي هو مثلا يكون حصل مثلا البنت سمعت حكايات مخيفة كثير من أصحابها والموضوع صعب قوي وهتتواجع جامج ويفضل غشاء ده مشكلة كبيرة ومش تفضل البنت التعبي في ذاكراتها حاجات فتعمل لها يبقى عندها أسباب نفسية تبقى هي أصلا خايفة من العلاقة من قبل ما يحصل العلاقة ده يعتبر سمين فيه سبب نفسي هنا دخل في الموضوع تمام ممكن يكون هي أصلا كانت كويسة والعلاقة بينهم كانت كويسة وتكون مثلا سيعة عملة عملية في المنطقة بتاعة المهبل أو يعني أو في المنطقة جنب المكان ده فهي بدأ يبقى عندها ألام والألام دي مع الوقت بدأ يحصل تقلص في العضلات وبدأ بدأت تعاني من تشنج مهبلي مع أنها ما كانش عندها تشنج مهبلي بعد عملية ساعات فيه نفسي يحصل لهم حاجة اسمها برضو ده في قايتس اللي هو جميع سعب بعد الولادة الطبيعية مكان الخياطة اللي تبقى معمولة فتزيب برضو ساعات بتعمل المشكلة دي تفضل شوية وتحس أن هي أول ما يجي زوجها يقرب من هنا عضلاتها بتتشنج وبيحصل تقلص فدي ده السنوي اللي هو بيبقى فيه سبب وساعات حد يحصل علاقة مرة واحدة أول الجواز الزوج مثلا يحصل العلاقة دي بطريقة فيها عنف أو بطريقة فيها شدة أو من جير مدعبة فالبنت تخاف ويحصلها زي حالة بأفوبيا وتبقى بعد كده عندها خوف طبعا بالعلاقة فتؤدي الحالة النفسية للتشنج وبعد كده يحصل يحصل فعلا التشنج ببالي ويحصل فعلا تقلص في العضلات يعني هي ممكن تكون بدأت بسبب نفسي وبعد كده تعمل حاجة معها اللي هي السايكوسوماتيك ديس أوردر يعني سبب نفسي أدى عملائية إجراحية فهي المكان واجاعها شايلة مثلا غدة من المكان زي مثلا حد يستقص لغدة هي بتاعت غدك برسلون مش عارفة يحصل أي عملية قريبة في المكان ده تبدل هي عندها خوف شوية فالخوف يؤدي إلى تقلص في العضلات بتاعت المهبل هو يعني موضوع مش كتير عارفين يا دكتور هو التشنج المهبل عند السيدات تشنج مهبالي أو الزوج حتى يفهم يعني مرادته عندها تشنج مهبالي لأن هي محد ممكن يجي على باله أن هو ممكن يبقى عنده المشكلة زي دي بصي الزوج إزاي هيعرف أولا هيجي يدخل الزوج في ساعة العلاقة الزوجية هيحس كأنه بيخبط في حيطة يعني في طريق مسدود الطبيعي إنه في مجال للدخول في ممر مفتوح لا هو مش هيحس كأنه في حاجة سد والبنت هتحس إنه بيخبط فيها فتحس بقلم والقلم يفضل يام المشكل ويدخل ويدخل بقى دوائر مغلقة وبالتالي هيتأدل لحالة نفسية عندهم هما الاتنين يعني مش عند البنت بس آه ما هو ليه تأثير سلبي على الاتنين يعني التشنج عدم حدوث العلاقة ده على ما بيلفه كمان المشكلة إنه كمان في صوبة في تشخيصه فعلى ما بيلفه وليفه كبيرة جدا جدا لأن حاجة زي دي لما تتشخص ويبقى صعب إنه يعني ما تتشخص بطريقة صحيحة هيعده يدوخ ويلفه بالضبط هتتحل تردت أمراض الناس فيحصل هنا مشكلة الدكتور أمراض الناس بيبص على شغلته بيبص على الجهاز التنسلي بتاع المرأة فبيلاقي الجهاز التنسلي بتاع السنين ولا أنت ما عندك يش حاجة دي بتتدلع فتروح جزء يتخنق معيها ومشاكل ممكن توصل للطلاق وحاجات ما هي بتتدلع بقى بتتدلع ومنع أنه جاءتنظر فعلا في تشقيص وعلى فكرة هو مش غلطان هو الجهاز تنسلي سليم هي المشكلة عضلة متقلسة تمام إلا لو حد مثلا مطلع على قصة تشنج عضلات المهبل وكده فيري فيري الحالة طب حتى لو السيدة المتزوجة دكتور كان فيه صعوبة في العلاقة بتحس بألام وقتها هل بيحصل أي ألام بعد كده ولا بس وقت العلاقة وخلاص اللي بيحصل آه اللي هو اللي عندها تشنج مهبلي لأ هي الألم والمشكلة النفسية كلها عندها تبدأ ساعة العلاقة من جير وقت العلاقة هي عادية وطبيعية وطبيعية جدا مفيش مشاكل ماشي فدي صعوبة من صعوبات التشخيص اللي بتحصل فالتشخيص يا دكتور لو البنت أو الزوج عرفوا أن عندهم مشكلة في وقت العلاقة وأن البنت وقتها أو الزوج بتحس بألام هي بصي بتحس يفضل أنهم ما يروحوش للدكتور نسا يروحوا الدكتور تخصصه هو التخصص اللي بيعالج التشنج المهبلي اللي هو العلاج اللي بتعمل عن ده مفيش أي علاق آخر للتشنج المهبلي علاق طبيعي التشنج ما هو بصي يعني أي دكتور علاق طبيع هيعالج المتخصص بقى في القصة دي وبرضو إحنا عندنا تخصصات العلاج الطبيعي مختلفة مختلفة وقلي الأوي اللي بيعالج التشنج المهبلي فدي حاجة إحنا برضو من الحاجات اللي إحنا بنعالجها يعني عايز أقولك إن دي مشكلة يعني تعتبر على مستوى العالم أقولك العربي يعني المشكلة اللي بيجيب وحديك بتقولي يا دكتور إن المشكلة دي منتشر دلوقتي أكتر أوي أوي إيه سبب انتشارها تفتكري يعني يعني ليه حاجة زي كده منتشرة ده فعلا بيرجع بيرجع زي ما حديك قلتي مثلا بتسمع بقى البنت قبل زواج إن هو الموضوع ده مخيف أو مؤلم الأثر هقولك حاجة بتسمع من أصحابها طريقة الثقافة بتاعتنا والتربية تخويف البنت تخويف البنت كأن العلاقة دي علاقة قاسمة وكأنه البنت خايف حد دي قرب لها أصلا يعني فاهمني المعتقدات والطريقة الكالتشر بتاعتنا احنا كمان دي برضو ليها تأثير أكيد يعني ليها تأثير سلبي إحنا قلنا اتفعنا من الأساس إنه في حاجة اسمها سايكو سوماتيك ديس أوردر اللي هو مشكلة نفسية قدت لمشكلة عضوية بالنسبة ليه حديك قلت فيه تشنج مهبالي أولي وتشنج مهبالي وطريقة العلاج واحدة للاتنين الاتنين نفس العلاج الطريقة علاج التشنج الأولي مش هتختلف عن التشنج الثانوي والاتنين نفس أعراضهم ما فيش أي اختلاف نفس الأعراض هو بصي اللي هيحصل للأتي أول حاجة الزوج هيجي يحصل الإلاج مش هيحصل الإلاج هيحس كأنه الطريق مقفول والبنت عضلات الحوض بتتقلص وساعات بيحصل رعشة وساعات الأمر يؤدي من كتر تقلص عضلات الحوض عندها والرعشة الفرجلية لجسمها كله يبقى بيتنفط ومش هتحصل علاقة هيبقى فيه صعوبة جداً في الإلاج أو ما بيحصلش إلاج وده الأغلب يعني 95% بيقى شفية صعوبة عدم حدوث إلاج أصلاً وطريقة التشخيص يعني بتتم عن طريق الأعراض لكن هل فيه فحوصات بتتعامل نحن نفحص طبعاً عضلات الحد منها من تقييم لعضلات الحد عندنا عن طريق أجهزة معينة بصي إحنا في التشنج المهبالي إحنا بنستخدم جهاز للعلاج وللتشخيص اسمه بيوفيتبيج بس في التشنج المهبالي المفروض إن إحنا حتى البروك بتاعت الجهاز إحنا بنقدر نقرأ عضلات الحد لكن ما بنعرفش نقرأ عضلات المهبال إن في الأول إنتي صعب جداً إنتي تدخلي حتى بجهاز ولو كان ينفع إن أنا أدخل بجهاز كان مهدي برضو من ضمن المشاكل النفسية المشاكل البنت دي بتتعرض لها إن هم يودوها الدكتور والدكتور يحاول بالعافية إن هو يعني 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 يبحث بالسنار أو يعملونها منزار أو ما دي من المشاكل اللي بتزود المشاكل النفسية وتزود التشنج المهبالي أكتر فإحنا اللي بنعمله إحنا بنعمل فحص بطريقة معينة يعني بيزيكاً بنشوف عضلات الخد وبنشوف عضلة المهبل نحن يعني بالكشف عليها وبتقييم العضلات بشغل بتاع تقييم عضلات نحن بتاع العلاج الطبيعي فاهماني بنعمل تقييم العضلات أول ما بنلاقيها كده خلاص وبنبدأ نشوف عضلة الحوض ينفع نقسها عن طريق جهاز بيزيكاً لكن عضلات المهبل طبعاً استحق لنقسها في حالة التشنج المهبالي نوعي ان انت تعرفي تقيسيها وإلا انت بتعذبيها بتكمي سلسلة العذاب بتاعتها لا هندخل الجهاز وندخل بروبو هنقس ونعالد بس بعد مرحلة تانية بعد ما نبدأ نحضرها ده بقى هنتكلم عنه في تفاصيل طريق العلاج طيب بعد بيتم فحص العضلة بتاعت الحوض ينفع دكتور ايه المرحلة اللي بعديها بتتم بس بقى المرحلة اللي بعديها بعد كده احنا عايزين نقول الاول في الحتة دي الاول احسان حتة مهمة قوي اللي هي بتاعت عايزة اتكلم عن تأثير التشنج المهبالي على الزوجة وعلى الزوج لان معظم الناس فكرة ان المشكلة دي بتأثر على الزوجة بس لا الزوج بيبقى فيه اعراض وبيبدأ الزوج كمان يدخل في الدوامة يروح يلف عند دكتورة وهو الزوج اصلاً ما عندهش مشكلة هو ما عندهش مشكلة وايه الاعراض اللي بتزهر عليه يعني هيحصل له اعراض نفسية ولا فيه اعراض تانية هما الاثنين اول حاجة ممكن تحصل لهم لوجيك جداً انه هيحصل نقص للرغبة الجنسية هتبدأ الرغبة الجنسية تضعف عندهم لان هما عندهم مشكلة في العلاقة هتبدأ يبقى هو حسس انه يعني كده كده هيحصل مشكلة في الاخر وهي خايفة من الوجع والقلم والمشكلة اللي هتحصل فيبدأ هما الاثنين يبقى عندهم ضعف للرغبة الجنسية بالنسبة لتأثير السلبي على الزوجة انه خوف من العلاقة رافض ساعات للعلاقة خوف بقى من اي حد يقرب لها من المكان خوف حتى تروح في الدكاترة بعد كده لو كانت لفت على كذا دكتور ومفوش اي تشخيص صحيح فاكيد اه طبعا اه طبعا اه طبعا بالضبط لان هم مش لقيين اي سبب فبالتالي هيلقوا بقى افكارهم هتروح لحاجات تانية اي شخص اقولك المواضيع بنتوصل لحاجات اه بعد من كده يعني الناس بتيجي تحكيني حكايات غريبة يعني بس ده بالنسبة للزوجة عايزة بقى اتكلم عن التأثير الثلبي بتاع التشنج المهبلي على الزوج الزوج اثناء العلاقة مع زوجة بتعاني من التشنج المهبلي هيحصل له ايه ممكن من توطر الزوجة الزوج يليقي نفسه يبدأ العلاقة انتصابه كويس جدا ويبدأ يدعى في انتصابه اثناء العلاقة او يفقد انتصابه اثناء العلاقة فالزوج يعني اتخيل في الحالة دي انه هو عنده ضعف جنسي لا هو معندوش ضعف جنسي هو نتيجة التوتر اللي حاصل في العلاقة مع العلاقة دي علاقة يعني بين اثنين علاقة قائمة على اثنين مش على واحد فتوتر زوجته والخوف وعنيها واللي هو شايفه ورعشة رجلية اتخليه هو كمان بيتوتر بيخرج من الموت فيبدأ يفقد انتصابه اثناء العلاقة فيبدأ ايه هو كمان يبقى الآن طب لا انا مش طبيعي انا كمان عندي ضعف جنسي ويبدأ هو كمان يشوفنا لا هو معندوش مشكلة هي المشكلة في انا بكلم في الناس اللي عندهم حالات التشنج المهبل لان احنا لو عالجنا التشنج المهبل الزوج مش هيبقى عنده الاعراض دي يبقى اذا الاعراض اللي بدأ يعاني الزوج منها هنا اعراض سنوية وليست اعراض اولية ونفس المشكلة بتحصل برضو لان الزوج حتى لو حس ان عنده مشكلة وراح يعمل فحوصات عند داكاترة ممكن هيقولوله ان ما عندوش مشكلة وبالتالي هنروح برضو هنفضل في الديا الامة دايره ما هو دا اللي بيحسد بيروخ يعاني يام الفحصات وما عندكش حاجة فانا بقول في الحلقة كده ليه عشان هو كمان يعاني يعودش يلف كده ممكن بقى مشكلة تانية تحصله لو هو لو الزوج دا في حالة اثارة عالية مع توتر الزوجة ممكن يحصله سرعة قصف فهو يفتكر انا مش طبيعي انا بيستهي سرعة قصف بسرعة هي العلاقة نفسها فيها توتر مشكلة بقى تأثر تاني عايز اقولها للازواج اللي هما بيعانوا من المشكلة دي خلافات زوجية سبحان الله ربنا اجعل العلاقة دي تهدي اسمها العلاقة الحميمية يعني العلاقة اللي بتقرب الزوج والزوجة من بعض ربنا اللي عمل كده يتصالخوا لما يزعلوا يقربوا من بعض عن طريق العلاقة دي فتلاقي عدم نجاح العلاقة الحميمية يؤدي الى مشكل في العلاقة الزوجية طريقة مشكلة يعني من جل لازم هي في حالة مش طبيعية البيت فيه توتر فيه توتر فيه اياه سلبية مش عايز اقولك شفت حالات فعلا قدت المشاكل هاي وصلوا في حالات أوريجي طلقتوا بعدين يتعالجوا فاهميني فاللي هو الموضوع كبير مشكلة كبيرة يعني مش مشكلة بسيطة خالص يعني ممكن علاجها بسيط لو تشخصت صح لكن هي مشكلة كبيرة لو ما تشخصتش صح وما تفهمتش بطريقة صحيحة هو ده الفايصر شو هي المشكلة لما لو ما جيتي صح وتوجيتي صح وتعليكتي صح مشكلة بسيطة حلقة وقتها ثلاث يام تكون المشكلة خلصت شو فيه الموضوع بسيط ازاي بسيطة صعبة ببعا لما توصليه لحد هنا لحد ما ييجي العيانة عندنا ويوصل للمكاني صح يعني مفيش وعية كافية او مفيش وعية كافية عن الموضوع وللأسف الموضوع منتشر وده بيرجع لثقافتنا وافكارنا وعاداتنا فبالتالي بتأدي للمشكلة زي دي بالزبط وده انت مشكلة حديثة يا دكتور ولا مشكلة بقالها فترة طويلة لا اكيد مشكلة بقالها فترة طويلة بس ما كانش يمكن محدش بيتكلم عنها بصي احنا عندنا قصة الخجل طبعا خاصة في المنطقة دي انا نفسي على فكرة كنت مترددة لحد انا دي ثلاث حلقة اعملها على فكرة عن التشنج المهيبة لما شفت ناس حالات كتير بيوتها كنت هتتخرب الحمدلله وربنا يعني يعني سبب في ان البيت ده كمل وعلاقتهم بقت كويسة وحسيت ان الموضوع انت بتعالجي حالة مرضية وفي نفسها انت بتنقذي بيوت من الانهيار فحسيت لأ احنا لازم نتكلم احنا مش هينفع نسكت ده دي حالة مرضية ولا حياءة في العلم يمكن يعني من خلالها دي كنت بتقولي الاسباب اللي هي ممكن تبقى اسباب ترجع لحالة نفسية او اسباب ترجع ليه بعد اجراء عملية او حتى بعد ولادة طبيعية نتيجة الجراحة او الخياطة للسيدة الحامل يمكن دي لما بتكون بعد حاجة عملتي يعني بعد عملية او حاجة يمكن يبقى سببها واضح اكتر فدي بتسهل انا عايز اقولك كمان المشكلة بقى لان هي العلاقة كانت طبيعية في الاول او فيعني في سبب خلاها ان هي بعد كده يحصل فيها مشكلة تمام بس عايز اقولك بقى انه اغلب الحالات اصدامة بيبقى الاول لهم في اول الجواز وما يحصلش او ده اكتر او او يعني على الاقل دي فعلا انت شايفة السبب يكن التانية يعني في اول جوازهم ومعندوهم شو خبرة ويعودوا يلفوا ولو استشاروا حد يوديهم غلط ولو راحوا ساعت كمان الدكتوري يوجههم غلط يعني من ده من التوجيهات الغلط زجرة زي ما قلنا ايه ما هو الموضوع اصلا مش معروف حتى ما هو حنيجي التخصص مثلا امراض الناس هو بيبص هو فعلا عنده حق مجهز التنصلي سليم مش شكلة خالص هي العضلة هي اللي فيها تقلص العضلة هي المقفولة ودي مش تبع تقييمه مخالص ولا تبع تخصص ولا حتى الجهاز هيبين ولا حتى الجهاز هيبين مش هيبين العضلة فيها مشكلة هي الاقصى حاجة بتيجيه اللي بتتقل بقى المشكلة أصلا بتتدلع أصلا عارفة بقى كمان في مشكلة بقى المخدر الموضعي في ناس بتلجأ الحاجات اللي بيلجأ لها الناس عن طريق وصفات ساعات من تشخيص غلط أو وصفات من الناس انهم يحطوا مخدر موضعي ومخدر موضعي ده بيعمل مشكلة عند الزوجة وعند الزوج أولا بيخلي الزوجة تفقد الإحساس بالإصارة تماما يعني كمان عندها تشنج مهبلي ما هي متخدر والزوجة كمان بيبدأ يقل إحساسه حطانهم بينجا هم اللي فين فدي مثلا من ضمن الحاجات وسيلة مدمرة مدمرة غلط جدا دي مثلا من ضمن الحاجات الجل اللي بيستخدم الجل اللي بيستخدم في الصيدالياء معظم أنواعي الجل دي فيها مواد كميائية فبتعمل حرقان عند الزوجة والزوجة المشكلة عندها وتبقى مش قادرة يا إما بينشف ممكن تعمل لها أمراض بقى اه طبعا والجل نفسه والنوع بتاعه بيبقى بينشف النشفان ده بيعمل صعوبة أكتر فالزوجة بتعاني أكتر عارف يعاني كل ما يجوا يحاولوا يقول لهم مشكلة تتعقد أكتر اه كل ما ما يبوزوها فعلا زي ما انتش بتقولي أكتر اه كل ما يفعلا يلاقوا يشف حاولوا يشف حلول الاقتراحات الخطأ برضه في العلاج اللي أنا برضه عايزة أقولها ودي يا دكتر يعني مش بس يعني لو في مشكلة عموما الحاجات سواء المخدر أو الجل ده مش حاجة صحية خالص يعني سواء في مشكلة أو ما فيش مشكلة يعني عايزة أقوليك يعني فيه ناس بيحصل يعني فيه ناس بتستخدمه بس يعني عشان تسهيل ده ما بيسهلش ببوز الدني وخصوصا لو فيه تشنج بهبالي عايزة أقوليك ان برضه ده بيبقى ساعات فيه كيميكالس فده ممكن ساعات فيه ناس ممكن تحمل حتى لو يحصل حملة حتى لو محصلش يعني علاقة كاملة فاهمني ده ممكن يأثر على فيه مادة كيميائية فتأثر على الكفاءة بتاعت الحيوانات المنوية كل الحاجات دي ممكن تتأثر من ضمن العلاجات برضه الخطأ أو الشائع اللي بتحصل طب بصي طلوما مش نفع طب تعالي عمليك عملية توسيع وهنا بقى الكرسى الكبيرة أصلا المشكلة مالهاش علاقة بالصيز بالحجم بحجم المهبل دي عضلة مقفولة هل بالأساس أصلا يا دكتور عملية توسيع دي حاجة كويسة بغض النظر فيه مشكلة لا طبعا عملية توسيع أصلا المستحب ان المكان ما يبقاش واسع حتى بعد الولادة الدكتور بيخيط وبحس ان هو يرجع المكان يلمه ويرجعه للحجم التعوى الطبيعي فالأصح ان المكان يبقى ايه يبقى الكنتور في الحجم التعوى الطبيعي مش ان انا واسعه أصلا ده هيقلل بعد كده المتعة الزوجية بتاعت الزوج وهيبقى فيه مشاكل من نوع آخر دي والكرسى بقى الأكبر خجي الكارسى الأكبر ان مشكلة التشنج المهبلية موجودة بعد معاملة العملية وتجيلي ومحصلش علاقة برضو يعني المشكلة انه المشكلة هنا فين مش في الصيز الصيز حتى لو كان كده هيفسر الدكول العضلة مقفولة مسدودة فتفضل العضلة متشنجة انت وسعت الصيز من جوه والعضلة مقفولة برضو من بره العضلة من بره يعني العضلة مقفولة مقفولة مافيش أي مجالة خالص اه 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 فوسعت الدنيا وخسرت ميزة فيها ان الكونتور او الصيز بتاعها صغير دي ميزة خسرت ميزة فيها ومحلتش المشكلة المشكلة استيل قائم دي من دا من الاقتراحات اللي بتحصل غلق اقتراح تاني برضو بيتقال ننوح عنه هنا برضو في الحلقة حاجة بيحقنه اللي هو سم البوتوكس بيتحقن حد يقول ايه احنا هنحقن بوتوكس بحيث ان احنا نرخي العضلة دي خالص طالعني هو البوتوكس بيرخي العضلات بيشل العضلة بيعني شل المؤقت في العضلة خدي بقى الاثرار السلبية للبوتوكس وفي الاخر المشكلة ما تحلقتش برضو بالزبط خدي اول الاثرار السلبية اولا احنا قلنا ان التشنج المهبلي تشنج في عضلات الحود والمهبل انا اصلا في العلاج عشان اعالج المهبل انا اصلا ببدأ بالحود لازم ارخي الحود عشان اعالف ادخل المهبل فاذن هو كل اللي هيقدر يحقنه هيحقن ايه؟ المهبل المهبل ما يقدرش يرخي عضلات الحود لان اللي وراك عضلات الحود اتشلت ومش هتقدر تتحرك هتبقى مشلولة كارسة فاللي بيعمله بيرخي عضلة الملبك وكمان البوتوكس اولا دي وقت معي فاولا الحل ده مؤقت ثانيا عضلات الحود متشنجة فم بتحصلش برضو علاقة ولو حصلت بتبقى صعبة جدا وبترجع تاني بمجرد انه تأسير البوتوكس يروح وبردو بتبقى بلعياته وبصعوبة اذا حصلت وفي الاغلب ما بتحصلش بعد ما بيحقنوا البوتوكس بيحقنوا تكلفة بتاعته كمان عالية جدا وحال البوتوكس وخاصة في المناطق بالزرق تكلفة عالية جدا وفي الاخرى مفيش نتيجة لان اصلا احنا تعريف التشنج المهبلين هو تشنج في عضلات الحود والمهبل وانا اصلا عشان انا في علاجي اشكاي بقولك هو ملوش علاج جري العلاج اللي احنا بنعمله ده ملوش علاج تاني ولا في اي مكان ولا حتى يعني التخصصات التعريج العلاجات اللي هي المسؤولة عن المشاكل الجنسية والحاجات دي برضو ممتعريكش التشنج المهبلي ملوش علاج غير الجلسات دي ملوش علاج تاني خالص خالص كلها حلول فيه من ضمن برضو تؤدي المشاكل اخرى من ضمن الحلول اللي بتوقترح استخدام الموسعات الموسعات الكونس او الموسعات الجماعة هي اصل لو تقدر تدخل حاجة ما كانت تدخلت جزا يعني يعني فاهماني البنت عندها مشكلة فالحلقات طبعا مش هتساعد خاصة هتسبب لها مشكلة اكتر هتسبب مشكلة استخدام الموسعات دي برضو من ضمن الاقتراحات الخاطئة في الموضوع البنت عندها مشكلة يعني طب انتو كده عمالين تعذبوا فيها يعني وهي عمال الفوبيا تزيد عندها والخوف يزيد عندها وجوزها يضايق اكتر طبعا منها ويضايق من العلاقة وانا جوزت ومتبسطت شو مش عارفة كارثة موجودة فاهميني اكيد اكيد طبعا برضو استخدام الموسعات اه اكسرسايز تمارين الرياضية التمارين الرياضية هتخلي العضلة متشنجة تقلصها اكتر عضلة اصلا فيها تقلص اه تخيلين ان انتي ضهرك وجاي وانا بقولك تبعميني بس شوية تمارين انا كدكتورة علىك طبيعي اول حاجة بديها لك رست صح او لا غلب اول حاجة بقولها لك راحة ارتاحي وهنعمل الجلسات وبعد ما تتحسين هبقى ديكي تمارين الرياض بقى حاجات تقوي عضلات ضهرك يعني بعد حتى في العلاج لما التمارين دي اخر حاجة مش في الاول خالص التمارينات بالنسبة لها هي العلاقة الزوجية هو ده التمارين بتاعها بعد كده اللي هو البراكتس هو ده التمارين بعد كده بتاع بعد ما بنعمل العلاج بس فضيالما صعبة جدا جدا في اي سلوكيات خطيئة برضو يا دكتور بتقدي المشاكل في حل المشكلة دي اه هي مش بتحلها هي بتاع ادها اه ما هو احنا ما هي دي الاقتراحات ما بقولك الكونز موسعات كل الحاجات دي ده ازة ازة تمرينات كل ده غلط العلاج بقى حضيك بتقولي ان هو العلاج بسيط اصلا لو توجهنا ليه العلاج الطريقة الصحيحة في العلاج بس شو في عادوا بقى الناس اللي عادت شاهد ده بيجوا بعد عذاب يعني بعد مدة طويلة ودائرة مغلقة مفيش حلول فيها وبالعكس المشاكل بتزيد اكتر مش بس عند الزوجة لكن عند الزوج كمان وبيضطر ان هو يلجأ لحاجات تانية مش هيلاقي فيها حل ويجيله اعتقادات ان هو عند مشكلة ويبقاش عند مشكلة دي يعني نش عارفين هما الاثنين المشكلة فيه ده فيه ناس بيجون يخلفوا اثنين مثلا حصل حمل من الخارج كده خلفوا اثنين وغاين يتعالجوا بعد علما اكتشفوا علما دخلوا مثلا على اليوتيوب او على الصفحة بتاعت الفيسبوك وبس ان اكتشفوا ايه ده ده فيه علاج ده احنا هؤ انت تفاهميني فيه نسب يبقى بصي بقى عدى شهر عدى اثنين عدى سنه عدى خمس سنين الي جايان لي بقى لها خمس سنين الي جايان لي بقى لها ست سنين الي جايين لي بقى لها تربع سنين يجماعة واله العلاج بسيط جدا يعني حتى بعد مكتشفوا المشكلة بعد سنين طويلة علاجها السهل مايكون مشكلة نعم مشكلة يا حبيبتي في إيه؟ إن هما أصلا ما عرفوش كان إيه المشكلة أه طبعا ما أنا بفهم على أصلي بعدما دايما الاكتشاف المباكر لأي مرض عموما هو ده أفضل والعلاج بيجيب نتيجة تعرف أن أول ما باجي أعمل التقييم ولاي عندها تشنب مهبالي ولاي الحمد لله عرفنا السبب يعني ما باجي أعمل التقييم وتأكدت أن عدرات الخط فعلا فيها مشكلة أو فيها تقلصات بعد الاختبارات بتاعتي وتأكدت بسيطة على البيو بيكور سيجلس بس عدرات المهبل وتأكدت فعلا خلاص بعد التقييم بتاعي إنه فيه تقلصات في كل العدلات دي أقول لها إيه؟ حسينتي طالما عرفت هي سبب المشكلة خلاص العلاجها هو؟ العلاجها هو أنا أقول لك عليه دلوقتي لكن لو حد اكتشف المشكلة بعد سنين طويلة يا دكتور لأن حديك بتقول إن هو المشكلة دي يعني ما فيش وعي كافي عنها فبالتالي بتشخص بطريقة غلط وبيروحوا للسلوكيات خاطئة بيؤدي المشاكل هل يعني اكتشاف المشكلة بعد مدة طويلة وحتى لو تعرضوا لمشاكل أثناء السلوكيات والاعتقادات اللي هي بتحاول إن هو تحيل مشكلة ده لما يلجأوا للعلاج بعد فترة طويلة هتبقى سهل برضو ولا هي بقى فيها مشكلة؟ العليج واحد يعني بعد اللي بقى قالها بس هي المشكلة بس في الأثار السلبية اللي بتترتب عن تأخير العليج طبعا اللي اكتشفوا المشكلة بعد شهر تعالجوا أحسن كتير يعيني من اللي عادوا يعينوا عشر سنين وأثر على العلاقة ما احنا اتفعنا من ضمن الأثار اللي بتأثر على زوجه الزوجة إنه توطر العلاقة الحميمية يعمل مشكلة في العلاقة الزوجية هو ربنا اللي عمل كده هو عمل العلاقة دي عشان تسمعها حميمية يحسوا إنهم حاجة واحدة في الوقت ده طب جاتلك حالات مثلا يا دكتور حديك قلت فيه بيستخدموا حلول بتأدي لمشاكل زي التوسيع المكان، البنج، الحاجات الحديك ذكرتيها دي بتأدي لمضاعفات لمشاكل وقت العلاج بقى لما يتم اكتشافها ان هو ده تشنق مهبالي هل بيكون العلاج بيكون سهل؟ ولا نتيجة المضاعفات اللي حصلت هيبقى صعب شوية؟ بصي احنا دايما يعني أنا عايزتنا واحدة إحنا طبعا اكتشفنا المشكلة بصي انا دايما بقول للناس نسبة العلاج ده تسعة وتسعين في المية نسبة النجاح واحد في المية الحاجة واحدة بقى واحدة عندها psychological element مشكلة نفسية لأ انا محدش هيقراكي لأ انا مش عارف ايه عندها هواجز بقى نفسية تحتاج علاجين تعمل برضو بجلسات لان احنا ده مشكلة عضوية دي واحد في المية من الحالات او اقل مكتولي كمان نص في المية هي اكيد طبعا لما بتحس ان هو فيه تحسن بيأثر على عامل نفسي بصورة كبيرة جدا طبعا هي مجرد اصلا انه الجهاز دخل احنا عم نشرح دي دلوقتي بطرق العلاج انه الجهاز لقيته دخل والنحية حست انها حد طبيعي هي خاصة جزء النفسي يتحل مشكلة بقولك تسعة وتسعين في المية ما بيحتاجوش حتى دكتور نص ولا بيحتاجو اي حاجة تسعة وتسعين في المية واحد في المية دي بقى كل مية حالة ممكن تشوفيه حالة كده طب طرق العلاج بقى يا دكتور وين المراحل والجلسات بتبقى جلسات حسب كل حالة عدد جلسات واحدة لكل حالة ياريتش رو حينة بالتفصيل اولا ان احنا بنعمل تلاتة تلات زيارات ما بين كل زيارة قد ايه وقت بص ممكن نعملهم لما يكون هي ناس جايين من بره او من بلاد بعيدة او من حاجات عادي جدا لو عملناهم كل يوم ما يجراش حاجة لو خدنا التلاتة يام وربع او ان احنا بنعمل فاصل يوم بعد يوم اقصر حاجة يوم بعد يوم يا دكتور اه مقدرش ابقى دكتور من كده عشان انا بكمل علاجي مش بدأ من اول وجديد اه لو حد ما استمرش على الجلسات يعني التلات جلسات دي ما حدش عمل جلسة او اتنين والتانية طول فيها ما عملش او راح بعدها منعيد من اول وجديد يعني مهمة جدا ان احنا تلات الجلسات وراء بعد احنا من ضمن الحاجات اللي بنقولها ان الناس يجلنا بعد معادة البيديود عشان انا عايزة الجلسات ما بقاش في علاقة وعايزة وقت يحصل فيها علاقة بعد الجلسات فدي من ضمن ممارسة هو ده طبعا هيكمل العلاج هو ده هو بقى خلاص هي حصلت ممارسة حصلت العلاجة بشكل طبيعي خلاص فدي من ضمن خطة العلاج بتاعتنا ان احنا يعني مثلا وما تحصلش علاقة لمدة قد ايه اثنان فترة الجلسات بس 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 انا بقى حاولي ده يعني مثلا بيشوف الحلقة واكتشفت اكتشفت ان امراته او هي اكتشفت ان هي عندها تشنج مهبل وقفوا بقى مثلا مش بقى محاولات وواجع وكده تعالبوا وبعدين نعم طب الجلسات حديقة دكتور الاول بيتم تشخيص العضلات الحوض الاول وبعد كده الجلسات بقى بصي بنعمل ايه بنشتجل بيبقوا اول حجب اتفقنا ثلاث زيارات الزيارة الواحدة بيبقى فيها جلستين الزيارة الواحدة فيها جلستين 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 والمدة هقديه كل جلسة ده هقولك حالا الجلسة الاولانية بيحضر فيها عضرات الحوض عشان نقدر ندخل الميبل عشان كده لما قلنا انه البوتوكس مينفعش عشان اللي احنا بنقوله دلوقت احنا اصلا ندخلش مهبل ندخل محضر الحوض ده الحوض كل العضلات متقلبة اهم حاجة اه ده اهم حاجة انت لازم تفتح الحوض ده الاول عشان تقدر تدخل المهبل نوعينك تدخلي وقلد نبقى بنعزب البنت تاني طبعا يعني عذاب بس فبصي اول حاجة قلينا نقول بالترسيل اول حاجة هنقول حاجة للتنين الزوجة قبل العلاج قبل ما نقول هنعالج العيان ازاي هنتكلم عن الزوجة وهنتكلم عن الزوج في معلومات لازم تعرفها وفي معلومات لازم تعرفيها اول حاجة انت يعرفت ان عندك مشكلة المشكلة دي سببتلك الام عضوية والالام العضوية سببتلك الام نفسية الفرق انا دايما بقول للناس حاجة الفرق بين الانسان وسائر المخلوقات اللي خرقها ربنا حاجة واحدة انه يعرف يتحكم في مشاعره انه هو احساسه يدخل الحمام امتة بيعرف امتة لو ينسي بصي دايما بقول ايه لو الخوف اتحكم فيك لدرجة لو اعتبقي نفسك دخل امتحاني لو انت خوفتي زيادة عن النزوم مش هتحلي ولا كلمة لقي نفسك نسيتي كل حاجة وما كتبتيش ولا كلمة في الامتحان ولو انت هديتي هتركزي وتدقي تجمعي معلوماتك لو انت خوفتي من الحقنة مش هتعرفي تاخذي العلاق اذا خوفتي انك تاخذي حقنة مش هتتعالجي فخوفك من العلاقة الزوجية حائل بينك وبين زوجك وحائل بينك وبين العلاقة فلازم تتحكم في خوفك لازم نتحكم في مشاعرنا وطلقو ما جينا نتعالج وعرفنا السبب ولازم نبدأ صفحة جديدة بنقول للزوج يبقى فهمنا الزوجة ان انت خلاص لازم نبطر قصة الخوف لان خوفك بيأثر على جوزك زوجك بيتفاعل معيكي مشاعرك بتأثر عليه مشاعر زوجك عايز يرديكي وعايزك مبسوطة وعايز ده بالعكس هو هيتبسط في العلاقة اكتر لما يحس ان انت مبسوطة كمان في العلاقة فتوترك وخوفك مأثر عليه بالسلب فانت بتعملي كده عشان نفسك وعشان زوجك دي حاجة بالنسبة للزوج عايزين نقول للزوج ان كل المشاكل اللي حصلت دي كانت مشاكل وهية لان الزوجة طلعت مظلومة طلعت غزبا عنها طلعت غزبا عنها طلعت عندها مشكلة عاملالها كده يبقى اذا هي مش بتدلع زي ما بعض بيروكوا البعض الناس يقولوا ان دي بتدلع ده يعمل لنا مشكلة لا الزوجة دي هنا مش بتدلع الزوجة عندها مشكلة التمثلها العزي ساعدها هنزود المدعبة خليك حنين معيها عاملها على انها عندها مشكلة لحد ما تعدوا انتو الاتنين المشكلة دي مع بعض الاتنين يقفوا جنب بعض ويتفهموا موقف بعض وننسى القديم لانه القديم احنا عرفنا سببه وانه ما كانش بيقديها ولا كان بيقديك طبعا دي اول نقطة لازم نفهمها للزوجة وللزوجة دي اول العلاج نبدأ بقى في العلاج بتاعي يعني هم تفهموش النقطة دي العلاج مش هجيب نتيجة المتوقعينها زي ما لو هم تفهموا النقطة دي حد بقى يقرب طبعا انا كان نعمل معي فلا لازم انتش هتسيبي نفسك وتركي عضلاتك وتسيبي نفسك للعلاج واحنا وبعدها لزوجك لازم تتغلى بي على مشكلة الخوف احنا مقدرين ان انت موريتي بيه بس لازم نتعالج لازم نذاكر ونتعب عشان ننجح لازم ناخد دواء مر وناخد حقا عشان نتعالج لازم نستحمل العلاج يعني كل حاجة لازم نستحمل عشان نعدي المشكلة استعبة دي طيب العلاج بقى بعد كل الكلام الاستعب اللي احنا عدا نشرحه والحاجات العلاج بقى خلاصة الموضوع بسيط خالص اولا زي ما قلنا ثلاث زيارات ممكن يقول في ثلاث يام المشكلة خلصة سواء كان يوم وبعد يوم او ثلاث يام متواصلين في الثلاث يام فعلا يا دكتور بتحس بتحسن وفرق كبير بيحصل علاقة على طول بنقول لهم بقى بعد ما بنخلص الجلسات على الاوضاع المناسبة بس اكيد بقى اه بالزبط اكيد فيه شروط او احتياطات معينة طبعا احنا بنعمل اول جلسة بتبقى الخوط بتبقى في حدود ساعة الجلسة دي بنحضر عضلات الخوط خالص بحيث ان عضلة الخوط دي بتبقى مرتخية تماما طبعا بنشتغل على مجموط عضلات معينة دي خاصة بطريقة شغلنا احنا بنشتغل على مجموط عضلات معينة حتى من اتمن ان عضلات الخوط بقت وكلها حاجات من جير قلم بقت ريلاكست خالص وما فيهاش اي مجرد جهاز بيمشي على العضلات وخلاص يا دكتور ما فيهاش اي حاجة احنا بكل شغلنا الطريقة بنحنا عايزين نركي عضلات الخوط ركينا عضلات الخوط بنبدأ نعمل الجلسة اللي هي بجهاز الجهاز ده متوسل بشاشة بتقيس انكباض العضلة وانبساط العضل اول زيارة دي انا انا مش عايزة عالج العيه انا مش عايزة اصلا العضلة تبقى ليه انا عايزة اوصل لهدف عايزة تطمنت ان البلوك اتفتح وان الجهاز دخل يبقى انا اطمنت ان اللي سبازم ده روع خلاص هو خلاص العضلة فتحت يبقى انا الكورس لسه مستمر تمام؟ يبقى انا كده اطمنت ان البلوك فتح يبقى الجلسة الاولانية ده دوري فيها دوري التاني فيها العضلة اللي فيها تشنك فيها مشكلة احنا قلنا انها على طول فيها انكباض مفيش انبساط ان الجهاز عندي يدي قريتين قريت انكباض وقريت انبساط عملت صح نجحة اول جلسة سجلنا القرية بتاع تشنك عضلات الخوط والعضلة الخوط بقت وسجلنا القرية انكباض وانبساط عضلات المهبل بغد النظر الدتني رقم قد تاني جلسة بقى دي هي اللي بنبدأ نعمل فيها حاجة اسمها عن طريق الجهاز اللي متوصل بالشاشة اللي بتجيز انكباض وانبساط العضل حد ما بنوصل لنص الرقم تقريبا اللي احنا وصلنا له او اقل من النص شوية الجلسة الاخيرة بقى اللي هي تالت جلسة دي دي بقى بنوصل فيها للنورمل اللي هو على اقل عضلة المهبل دي توصل لعشر درجات ونتطمن ان هي كده في الحالة دي تقدر تعمل علاقة في الاول بيبقى العضلة دي فوق سبعين ستين سبعين في ناس تمانين بشكرك يا جوك للأسف فوقتنا خلص لكن شاء الله هنكمل لقائنا شرفتين ونورتين وكل سنة وحديك طيبة انتي بقى الف خير يا رب مشاهدينا كلكم كل سنة وحديك طيبين اتمنى تكون استفدتوا النهاردة من حلقتنا استنونا كل يوم الساعة 2-3 والاعادة تاني يوم سبع صباحا يوم جديد وحلقة جديدة وليف كلينك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة